هنقابل العميل بقى. في اللقاء بالعميل احنا كده هنفترض ايه هناخد الابروتش ده نفرده شوهين. ابروتش يعني احنا ايه? خلاص. لو انت مسك ستوب ووتش كده. هنا قابلنا العميل. والابروتش بيخلص امتى? لما تبدأ تتكلم عن المنتج. بندخل في البرزنتيش. دايما الابروتش بيحصل لان ما ينفعش انت تقوم داخل على الراجل وتقوم اطلع له وكترجو تقول له المكنة دي هي اللي بتبيع كده. ما بتحصلش. ما ينفعش. احنا كبشر اه يعمل تمهيد نفسي كده. ودردشة كده وايه الاخبار. وتعالوا بقى نحلف. المرحلة دي اسمها مرحلة الانطباع الاول. فرست امبريشن. قولولي كده انت بتاخد انطباع اول عن اللي بتقابله الاول مرة من ايه? طريقة السلام. الشكل الهندام واللبس. التعبيرات الوش مبتسم ولا لأ? طيب احنا هنا عايزين نسيب انطباع اول ايجابي. احيانا الانطباع الاول ده عند شخصيات معينة بيبقى هو اهم حاجة في انه ياخد قرار يشتري منك ولا لأ? في قاعدة انطباع اول بتقول ايه? الانطباع الاول بنكونه عن البشر اللي حوالينا في اول اتناشر ثانية او من اول اتناشر كلمة بيقولوها او من مسافة اتناشر ادم. هي كده. العميل او يعني اي حد عليك اي حد انت هتقابله. لو انت قابلته وما تكلمش خالص اتناشر ثانية هتكون عنده انطباع برضو. هتقعد تقلبه كده وتبص من فوق لتاحت. هترسم له صورة زهنية وهتبدأ تقول ده كده. لو اتكلم وقال اتناشر كلمة فاربع ثواني. ده اتناشر ثانية دي حد اقصر. خلاص يبقى خدنا اول اتناشر كلمة. ولو من بعيد كده من اتناشر قدم اللي هم اربعة متر برضو تعمل عنه انطباع اول. حتش للعرب بيقول لك ايه? المرء خبيق لساني. لو انت طول ما انت قاعد ساكد كده تلاقيه الناس مش عارفة بالزبط انت ايه? طيب احنا هنتكلم عن سيناريو رايحين اهتم لو سمحت بشكلك. المظهر الخارجي. لان هو هيحكم عليك عدة الشغل. اللبس اللي انت لابسه لازم يكون مناسب للمجال. في بيزنس لازم يلبس فورمل. وفي درجات من فورمل. في حاجة اسمها طوب فورمل. وفي حاجة اسمها فورمل. في حاجة اسمها سيمي فورمل. وفي حاجة اسمها كاجول. التوب فورمل طوب فورمل له شروط. بدلة والبدلة غامقة. اسود او كحلي او رصاصي غامق. دي مش طوب فورمل. الجرافطة سادة او منقوشة نقشة صغير. يعني دي كده ممكن تنفع طوب فورمل. ممكن. الاميس لازم يبقى ابيض ما ينفعش اي درجة. ما ينفعش فاتح من اي لون. ابيض بس. طوب فورمل. الجرافطة حتى ما ينفعش تبقى الجرافطات سليم اللي هي بتلاقيها عاملة صغيرة كده دي. دي مش طوب. دي كده ايه. ده سيمي فورمل. الجرافطات الرفاية دي مش طوب فورمل. والمناطيل اللي هي ديقة قوي برضو. اللي هي السليم فت ده مش طوب فورمل. والجزمة تبقى برضو غامقة وفيه ماتشنج بقى الالوان لان احنا قلنا ايه. يا سودي يا كحلي. هي عدة شغل على بك. هي فعلا عدة شغل. التوب فورمل ده مش محتاجينه في كل البزنسز يعني. لكن مثلا من ضمن الحاجات اللي في واحد عامل كتاب اسمه ايه. دريس فور ساكسس. البس اللي يخليك تنجح في شغلك. شركات البزنس كونسلتيشن. بيلبسوا طوب فورمل. يعني ما ينفعش يروح كده. ما يرفعش يروح كاجو ولا ولا سيمي فورمل. هو شغلهم كده. لازم طوب فورمل. ولهم الواع معينة حتى تلاقي الشركات يقولك ده انت تجيب بالبدل من حتى الفلانية. الوان معروفة كده. الغمقه دي. عميسة بيض عشان كده لازم عنده عشرين عميسة بيض. تنزل بقى فورمل انها بدلة. بس فتحة ماشي. عميس ممكن مش هبيض. ممكن مقلم قلم خفيف. جرافطة اي شكل. هي لسه بدلة. بس ايه شركات بقى لس مرعقاري. هي لسه بدلة بس اللوم فاتح بتاعه. عميس ما بقاش هبيض. كده بقى ايه. فورمل بس. بس سيمي فورمل بقى اللي هو ايه مثلا ايه. لابس جاكت و جرافطة وبانطلون جينز كده. وكاجوال بقى اللي هو خلاص الكاجوال الخارج. مش كل الناس يلبسوا فورمل ده فيه حاجة ايه يعني انت لو بتبيع ملابس كاجوال حاجات رياضية مش لازم تلبس فورمل. انت لو بتقابل سي اوز وناس كده ايه البزنس بتاعك انك بتقابل هيدز كده يفضل يبقى توب فورمل. لان ده بيسيب امبريشن اللي هو ايه. البدلة الغمقه والاميس لا بيض غير. البدلة الفتحة او بدلة مقلمة. ايه واميس مثلا ايه اي لون. لما تبص على اي رئيس جمهورية هتلاقي لبسه توب فورمل. يعني ده من ضمن البروتوكول ما ينفعش. يعني مرة اوباما لبس بدلة بني. حصل قلق رهيب. انه هو ايه ازاي اوباما يلبس بدلة بني. حاب يغير كده. وبعدين في الاخر ايه لا انه هو غلط غلطة رائيب. البني مش توب فورمل. هو الالوان محدودة. وبعدين هو كان بيحب يعمل حاجة ما هيش فورمل. كان بيقلع على الجاكت ويقوم شمر القميس. ويفضل بالقميس. طبعا ده ضمن يعني ضد البروتوكول خالص بتاعي رئيس جمهورية انه يعمل كده. طيب. عملت انت حرك ايه? المظهر. ولازم تبقى مهتم. ايه بقى ايه بشعرك ودقنك والنظارة والجزمة والساعة. اه? 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 حتى نفس الشخص وما بقى شوف انا وصق بنفسك. دخلت حركة عند الراجل طريقة السلام. بتفرق ايه طريقة السلام. اه? لغة الجسد. وانك ايه? بتسلم ازاي? وبتدي الكارت. تعبيرات وشك. يعني مثلا ايه? تعالى اسلام كده نجرب مع بعض حاجة. فيه كورسات بقى بتتعامل للغة الجسد. والكلام ده انا عايز اقول لكم برضو فيها شوية كلام صح وكلام اي كلام. شايفين? السلام ده كده ايه? دي طريقة. وفيه طريقة تانية. انا اقدي فوق كده وايه? سلم علي. خلاص سلم اهو. دي كده طريقة. وفيه طريقة تانية. اه كده. اه. لا احنا بس بنقول فضع الايد لو انا ممكن تبقى كده محايدة. ممكن ايد انا فوق كده وممكن ايد انا تحت. فيه ناس بيقولوا ان انت لو انت عايز تسلم وتبقى انت تخضع اللي قدامك فتبين له ان انت قوي فتسلم كده. او فيه ناس بتعمل ايه? العكس. انا عايز اقول ان لغة الجسد في مصر. استنوا. لغة الجسد في مصر هي بتعمل احنا بنعمل احنا في مصر. ما بنديش اهتمام ولا ولا الايد وضعها فوق وتحت دي صفصطة. عشان برضو لما تسمع الكلام ده ملوش ايمة يعني فيه حاجات ليها ايمة اه. بس احنا الكلتشر بتاعتنا ما فيهاش الكلام ده. احنا الكلتشر برا ماشي. لا برا هنشوف احنا وضع برا. تعال بقى ايه? السلام بصوا. احنا المطلوب من هنا السلام يبقى. راجل هتسلم على راجل. يبقى فرم اي كونتاكت بابتسامة. هو كده. فرم مقين ما تبقاش جمده او يتفعص ايده. وما يبقاش السلام اللي هو الايه? الستاتي الطاري ده اه? لان برضو هيصير الشبهة. طيب هندي الكارت. في ناس بيقولك ايه من ابواب يعني الاحترام انك تدي الكارت الصينيين بيدوا الكارت ازاي? بيديهم الاثنين مع نحناءة كده قدام ويديك كارت. ده في الصين ماشي لو انت في الصين هتعمل كده. انت في مصر عملت الكلام ده هيقوله ده ايه ده لاسع. اه يعني ايه كارت بيديك لاتنينة. اه هو بالنسبة لهم اه بالنسبة لهم اه بالنسبة لهم اه بتدي الكارت بيدي واحدة. ولازم تنحني. خلاص هو ده كده في المجتمع بتاعهم. مرجيش تقولي انا بعمل بقى زي الصينيين ده انا عجبتني الحكاية دي. هالناس هتفهمك غلط. ان في كده في حتة فوتت. ده كل ده في الفرست امبرش. اه 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 اولا. لو انا رايح لحد. لازم الكارت يبقى في مكان سهل الوصول ليه وتبقى مستعد وانجهز الكارت. لان انت احيانا مسا حطت كروت في المحفظة. والمحفظة في الجيب اللي ورا. فتقعد تفك الزرار تلاقي ما بتفكش وتطلع وتقول له حضر بس الكروت يعني. وبعد انت تطلع اللي ايه تلاقي ان انت ناسي الكروت. لا خلي اكسيس بول حطه في جيب الجاكت الجواني. وفي ساعات بيقى في كارديكس كده يتحط في الكروت. اوكي. فيبقى علشان الموضوع يحصل بسرعة. واتعرفه بنفسك. لو كان اول مرة يشوفك. ايه? وتديله الكارت بنفسك وبالشركة. كده ايه? احنا بنحاول نسيب فرست امبريشن زريف. والابتسام على فكرة مريحة وجميلة. هيجي غالبا احنا في الفترة الاولانية دي. هيقول لك حركة ايه? اتفضل استريح. احنا عايزين ايه? هنفترض ان احنا رايحين لحد في مكتبه. فهو المكتب بتاعه. مثلا ايه? كبير كده. وفي عنده سكرتاريا اللي هي بتبقى على جنب دي. لو هو شاور لك على كرسي هتقعد عليه. لو سابك اقعد على الكرسي اللي اقرب ليه بحيس تروح تلفله من غير ما تستضم بالسكرتاريا. يعني مسلا السكرتاريا هنا تقعدش على الكرسي ده. قعد على الكرسي ده. لان انت ممكن تقوم قايم ورايح و ايه? مسيكله حاجة وموريها له وتقف جنبه بعد ما تستأذن وتقوم ورايح له كده. لو انت قاعد هنا هتبقى مشوار طويل شوية. احيانا اقول لك ليه? يعني انا ايه? ابصي. انا شايف الحاجة معدولة كده هم? تمام? انا لو هدهاله كده? لا هو شايفها معدولة انا شايفها مقلوبة هتلاقي انا مش عارف اشاور له على حاجة. فانا محتاجة اقوم انا اجي ايه? جنبه كده. هو اشرح له. انا هيقول لك اتفضل استريح. احنا كل ده بس بن ايه? بنفك الفرست امبريشن بيحصل من ايه? القاعدة نفسها بتدي امبريشن. لو انت هتقعد ايه? على طرف الكرسي كده? اه طرف الكرسي كده. كده معناها ان انت قاعدة متوترة. منتش ريلاكست. ولو لو حد هيقعد القاعدة دي مش هيسيب امبريشن كويس. لازم تبقى راجع لورا. وساند ضهرك وريلاكست. ويفضل انك تلف كده لفة بسيطة. لو هو قاعد هنا مثلا ما كان موسى. بحيث ان هو يبقى شايف ايه كتفين. لان من هنا كده وهو شايف بروفيل وشايف كتف واحد. انا هفقد جزء من عدة الشغل بتاعت لغة الجسد. الكتف التاني ده بيشتغل. لان انا هو شايف شايفني? اه. هو عدة الشغل الجسم كله. لا مش بيشوف البدلة. اكيد البدلة ليها هيكون من ناحية التانية برضه. انا مش عايزين مش عايزين نسبة. مش عايزين نسبة دي. اه لان احنا هنيجي في وقت الكلام. في حاجة اسمها اكتف لسننج. اكتف لسننج دي يعني ايه? انا بمعملش حاجة خالص. مجرد ان انا بدي ردود افعال على الكلام بتاعه. اه. فبعدين يبدأ يقول لي حاجة مهمة. ابدأ اتحرك كده بجسمي وراسي. وبعدين ايه? يقول لي ممثل. يقول لي حاجة غريبة. اه. فاستغرب وارجع وارجع كده. لا 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 اقول لك حاجة. بالغ في الحاجات دي مع الناس بتعدي ما بتتكشفش. بس انت عشان احنا بمثل كده قدامكو. فانا بخدوكو شوية بالحركة. لكن لا ده بالعكس. ده انت كده بتعمل تواصل انساني مع العميل جدا. لان هو الراجل لسه بيتعرف عليك. تمام? انت عارف انت لو رحت انت واحد صاحبك وفهمك. ممكن يشوفك كده يضحك. لان عارف ان انت ممثل وان ده مش طبيعتك. بس هو هو اللي خلاكوا تضحكوا ان انا بمعملش الحركات دي. لكن انا في التمثيل في البيع بحاجة ثانية. خلاص? فايه? فانا باهتم بالكلام وبعدين يقول لي حاجة تزعل كده شوية. هتداهي. قوي خلص كده. اه وتقطق رأسي. اه. كده انا بعمل ايه? اكتف لسنينج. باشتغل بجسمي كله. وبوشي وبحركات ايدية. وان انا ايه? اقدر اميل قدام. وايه? هيبدأ يقول حاجة مهمة. اقدر ايه? ارجع ورا. وابدأ اقدر اسرح وفكر. اه تضحكت. تفتس على روحك متضحك. اه. 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 تضحك. الله عزيز يبقى دمه خفيف. خلاص خلي ادي له. ادي له وضعه وعايز يبقى دمه خفيف. ما بيش مشكلتك. خلاص. هو ده. مرة كان فيه اجتماع كان فيه اجتماع رئيس مجلس الدارة قاعد مع الناس فقال لكم سخيفة. فكلهم ضحكوا. فواحد قال له ايه ما عجبتكش يقال له لا حركة اقدمت استقالتي الصبح. ما عدتش محتاج اتحك بقى خلاص. دايما المكتب البيعين بيعملوا غلطة شوية انك بتيجي تقتحم خصوصية العميل. وتقوم جاي من غير ما تاخد بالك تقوم رايح على المكتب. الاول اللي حطي تقليل على المكتب ممنوع لان ده برايفت ده المكان بتاعه هيبدأ كده هو شوية يتروش ويحس انك بتقتحم حتى هتلاقيه ممكن ايه لو حد فيكو بياخد باله هتلاقيه ممكن يقعد يبعد الحاجات عن ايديك عشان وانت بتتكلم ما تقعدش ايه توقع له معرفش المقلمة تثبط له ايه وعلى فكرة الحاجات دي بتقع فعلا لو انت تحمست بيبقى عنده مقلمة وبتاع تاعي القلم يقع فهو هحسس معاني الكلام ده قبل كده. ما تحطش ايدك على المكتب عشان ما تروشوش. مش عايزين نويز. دي اول مرة تروح. انت بعد ما تصاحبه بعد كده خلاص ده حبيبك بقى وتروح تتعشى معاه بره. كويس كل ده قدام جميل. بس انا بقول ان الدخل اللي دي مهمة ليه? لان هو انت ممكن ما تسيبش لنفسك فرصة اه انك اه يبقى صاحبك ولا اتبع له ولا بتاع هي. فهي ممكن يطير منك في الدخل دي. فقلنا القاعدة ايه? القاعدة تبقى ريلاكست. متعدش قدام متعدش كده متعدش كده اه. وانت قاعد كده وبعدين عايز في وسط الكلام ترايح تقوم راجع كده. يبقى ده كده حاجة معيوش خالص فورمل و حاجة اهمال فضيع. فتبقى ايه? راجع وراء وثابت. سألك تشرب ايه? فيه ناس بيجاوب اجابة مش صحة يقولك ايه? لا شكرا شكرا ويصر ما ياخدش حاجة على ان ده زوق وده البروتوكول وده الاتيكيت وده غلط. احنا هنستفيد من السؤال ده في ان احنا هنكسب وقت ونطلب حاجة سخنة. لان في ثقافتنا كمصريين انت لو انا جبتلك شاي مش هينفع انهي المقابلة قبل ما تشرب الشاي. وبعدين انت تقدر تكنترول وتنهي المقابلة بس انت تحط حسابك انك هتحتاج للوقت. القهوة بتخدش وقت اطول. القهوة بتيجي بتبقى صغيرة بتبرد اسرع. وفي اماكن مش مستعدة كمان تقدم قهوة. بعد بعد ترندل نسكا فيه. ففي ناس طلع ازاسا ما بتشربش قهوة. بالذات الشباب. الشباب اللي هو القهوة التركي والحاجات دي تلاقيهم مش خلاص ده هو نسكا فيه. فهو الشاي او حاجة سخنة يعني ممكن بقى ينسون كالك دي. تمام. طيب افرض لقيته بيبص على كوباية الشاي. ما تاخدهاش بشكل انسحابي لان دي هيبقى لغة الجسد انت مهم او يتقعد فيس تو فيس. الباع الشخصي ده على فكرة معك كل الطولز مية في المية. انتشايف كل لمحاته ولغة الجسد بتاعته اللي بتطلع رسائل غير الرسائل اللي هو بيقولها بلسانه. فلو هو في واحد قال لي ايه? ده انا لما بلاقيه بيقص على كوباية الشاي بحس انه عايز يزحلقني فانا باعتذر وانا اللي بقوم من الاول. طب ليه الانسحاب ده? ما تحاول تجذب اهتمامه اكتر. يبقى انت معرفتش تجذب اهتمامه. احنا هنستخدم لو انت عايز تنهي المقابلة ده سهل جدا. انت ممكن تستاه ايه? استخدم لغة الجسد زي ما انت بتقول كده وتخلص المقابلة بسرعة. لو انت مطلع ورق بتقوم قفله وتقوم حطه في الشنطة. خلاص كده انت قاين. ايه? يعني زي ما حد بيجي يوعد معي مثلا بعد الكورس. وانا بقى امطفى التكييف. خلاص انا كده ماشي مروح يعني ايه? فانت بتلحق نفسك بقى ايه? ايه? لا ما غابش نتيجة بقى قوله بقى البنزين خلص. عادي انا مروح. لكن ايه احنا ايه? احنا عشان بتبقى الامور فرندلي. انا قصدي انت اسهل تنهي المقابلة. احنا عايزين نفهم بقى ان الموضوع انت شخص وهو شخص. والموضوع في النهاية اه مع امرك انت ما تقدر تسيطر عليه مية في المية لان قدامك طرف تاني. لكن انا عايزك تبقى متطمن كبايع لحاجة. انت مدام وصلت ان انت جاي له هو اكيد عنده مشكلة انت بتحلهله له فهو محتاجة كنت محتاج له. لو حصل ان هو انت ما جذبتش اهتمام وخد انطباع ان لأ او ان هو هتحسها اه من انطباعاته. هتحاول تجذب اهتمامه مرة اتنين. لقيت ان هو خلاص انصرف. خلاص. افرض بقى جي مشغول او جاله تليفون او واحد فجأة قال له ده. الحق ده معرفش ايه مشكلة فين. او كل دي حاجات ممكن تعمل لك نويز. ممكن انت وقتها تنسحب لما تبدأ تحس ان حصل حاجة كده طريقة فجأة لخبطت. تاخد معاك. عدت وسلمت وشكلك والقعدة وتشرب ايه كده. يعني دي مرحلة ايه الفرست امبريشن. احنا المفروض نكون خرجنا منها بانطباع ايجابي. لسه خلي بالكم ما مش حاجة حصلت خالص. ما تبدلناش اي كلام.